وفي خيارات السيطرة على منافذ رأس المال اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد الشاعر السوداني توقيع مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز من تركمانستان يندرج ضمن رؤية حكومته لتنويع مصادر الطاقة بهدف ضمان استمرارية انتاج الكهرباء في البلاد جاء ذلك خلال استقباله وزير الدولة لشؤون الغاز في تركمانستان مقصد باباييفا والوفد المرافق له بارك توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الكهرباء والغاز التركمانستان لتوليد الغاز حيث من المقرر ان يتوجه وفد عراقي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري الى تركمانستان لتوقيع العقود